هوي بريس نحو إعلام هادف الفيد الذي عبر في مواطن عديدة عن جرأة في الحديث عن الخالق جل وعلا وقال في وقت سابق وفي هذا الثد طالب عدد من المواطنين بإيقاف هذا العابث الذي بات يحرق كل شيء حوله عند حده بتدخل السلطات المانية بحماية الأمن الروحي للمغاربة ومتبعة الفيد بازدراء الدين الإسلامي والتطفل على تخصصات لا قبل له بها وفي السياق ذاته تساءل مواطنون عن دور وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في حماية الأمن الروحي للمغاربة حيث لم يصدر عنها أي رد فعل إزاء عبث الفيد إلى حدود الساعة كما ذكر نوشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بقصة مثيرة كشفت من خلالها مرأة أنها فقدت مولودها بسبب فتوى الموت التي أصدرها الفيد حيث طلب في مؤتمر بشمال المغرب الحامل أن تصوم فتم التغرير بمرأة امتثلت لفتوى لتفقد بسبب ذلك مولودها في شهره السابع بعد إصابته بالجفاف تجدر الإشارة إلى أن عددا من العلماء والباحثين سبق وكشفوا أمية الفيد بأحكام الدين الإسلامي وبينوا أن الناشطة المثيرة لجدل بات تاجر دين يصدر عن مرجعية دخيلة يحاول أن يسوق لها من خلفية دينية هوية بريس نحو إعلام هادف